مين الاحسن فريرا ولا موسيماني مختلفين شوية فريرا كوتش الملعب صنعته التدريب بمعنى نقل الافكار التاكتكية للتدريبات موسيماني مميز جدا فيما يخص تحليل اداء المنافسين وبون اللعبة عليهم فالاثنين مختلفين شوية عن بعض مهم مين اللي هيحقق لكن نجاح الاهلي راح لموسيماني بعد فيلر لانه كان فيه احتياج شديد لمدير فني عنده خبرة افريقية عشان كان مقبل على سيمي فاينل دوري ابطال افريقية وازا مالك راح لفريرا لاحتياجه الشديد لحد عارف الشكل بتاع المنظومة وبالتالي قادر على اختصار الزمن للفريق